ديفي روبين ومواقع التواصل الاجتماعي هذه ديفي وروبين تقضي ديفي الكثير من الوقت على هاتفها الحديث مع أصدقائك في الهاتف ممتع من الأفضل معرفة ما يمكنك أن تفعله وما يجب عليك أن لا تفعله بمواقع التواصل الاجتماعي هنا يمكنك قراءة كيف تفعل فيدي ذلك لا يزال رضيعاً روبين في الحمام إنه يبدو لطيفاً هذا يجعل ديفي سعيدة تشعر كأنها أم فخورة تصور ديفي فيديو لروبين في الحمام هي تريد أن يشاهد أصدقائها رضيعها هي تنشر فيديو روبين على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض ديفي الفيديو على جينفر جن كم هو لطيف؟ أولاً تقول جينفر إنه جميل جداً لكن بعدها صمتت وقالت ماذا فعلت يا ديفي؟ إنه على الإنستغرام لا يجب عليك فعل ذلك أي أحد يمكنه مشاهدة ومشاركة الفيديو؟ حتى الأشخاص الذين تعرفينهم عندما يكبر روبين سيبقى على الإنترنت ربما لن يحب هذا احذفيه كي لا تحصل لك مشاكل ديفي مصدومة تريد فقط أن تكون أماً صالحة كل ما كانت تريد أن تفعله هو أن تظهر كم هو روبين لطيف تقول جينفر بالطبع أنت فخورة بروبين أنت أم صالحة فهمت أنك تودين نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أي أحد ينشر صور وفيديوهات على الإنستغرام أو اليوتيوب والناس لا يتوقعون هذا خطيراً لكن أبي أخبرني من الأفضل أن لا تشاركي صور وفيديوهات طفلك حذفت ديفي الفيديو من الإنستغرام فوراً هي سعيدة ساعدتها جينفر فكر جيداً قبل أن تنشر صورة أو فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من الأفضل أن لا تشارك صورة لولدك على وسائل التواصل الاجتماعي افترض أن ابنك عندما يصبح كبيراً سيريد أن يقرر بنفسه من يرى صورته إن صورة أو فيديو لتفلك يمكن أن يساء استخدامها من قبل شخص آخر لأغراض سيئة يجب عليك وضع حالة حسابك الشخصي كحساب خاص إن حالة حسابك الشخصي ممكن أن يكون متاح للجميع ولكن لذلك يمكن تغييره يمكنك إخفاء حسابك عن الآخرين بتغيير إعدادات الحساب هذا يعني أنه بإمكانك أن تقرر بنفسك من يمكن له أن يرى حسابك ويشاهد الفيديوهات التي تنزلها على وسائل التواصل الاجتماعي كمثال على ذلك تستطيع من خلال جوجو البحث في إعدادات الخصوصية المتعلقة بسناب شات أو الإستجرام حيث تجد هناك نصائح تمكنك من إخفاء حسابك وحمايته أطلب المساعدة إن لم تنجح في حماية حسابك الشخصي اعلم بأن الصور والفيديوهات الموجودة على حسابك الشخصي لن تذهب أبداً من الإنترنت ولو حتى قمت بوضع حسابك الشخصي بحالة الخصوصية